حتى ابن القنصل السعودي في تركيا أصبح شريكاً متورطاً باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي هذا حسب الادعاءات المتواصلة لبعض وسائل الإعلام التركية التي ما فتأت منذ البداية بتوجيه الاتهامات العشوائية وسرد سيناريوهات من نزج خيالها حول القضية ابن القنصل تم تصويره بكاميرا تلفزيون انتيفي المحلي وهو من بين الحشد الإعلامي الذي يحاصر مبنى القنصلية في اسطنبول أثناء دخوله ليبثى بعدها الفيديو تحت عنوان زائر غريب في منزل القنصل السعودي لأنه فقط أخطأ في الإمساك بمقبض الباب ابن القنصل السعودي الذي يدرس الطب في جامعة اسطنبول تم التشكيك به بعد نشي الفيديو حيث كانت سيارة رسمية تابعة للقنصلية تقله إلى المنزل مستغلين ارتداءه زي الأطباء قناة انتيفي التي لم تعتمد المهنية قبل بث الأخبار ولم تتأكد من شعار كلية الطب الذي يدرس فيها ابن القنصل السعودي وكان على الرداء الأبيض الذي يرتديه عادت وصححت خطأها على موقعها فقط إلا أن هذا الخطأ بقي من دون تصحيح على مواقع إعلامية تركية أخرى توني مزرعاني العربية